فقط في ألمانيا ممكن حتى بعد وفاتك يصلك بريد من الدولة ويطالبوك بإسترجاع مبلغ معين هذا الشيء دائما بيصير بألمانيا أكثر من حالة ضاجة حالة من يومين على التويتر خلينا نشوف كل التفاصيل سوا السلام عليكم متابعيني لقناة نحن في ألمانيا والعظم أولا كابر جدا أهلا وسهلا فيكم محدثكم من أمام العدسة العدسة وليس العدسة من أمام العدسة عبدالهادي إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية يا رب إذا أول مرة بتشوفوني أنا بعملي فيديوهات على الحياة بألمانيا لدراسة الشغل أي شيء مفيد بتلاقوه بالقناة بشكل مؤرشف وأكابري وأبن عالم وناس فلا تبقى لعينها بالزر لايك تضغط اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي تعليق حلو أو رأيك الشخصي بالحالة أو القصة اليوم اللي نحن حنحكي عنها أول شي إن شاء الله طولت العمر للجميع مع الصحة والله يحسن ختامنا ونكون دائما على أحسن حال صحيا وماديا وعائليا إن شاء الله رب العالمين المهم في قصة صايرة وضرج فيها لتويتر قبل بيومين في زوج وصله بريد عن زوجته المتوفات بشهر 12 السن الماضي وعم يطالبوا هاي الزوجة بمبلغ مادي هن دافعينه زيادة دفعوه بعد وفاته ولازم إنه هن يسترجعوا الشخص هو ضرير من عام 2016 وبياخد مبلغ مادي دائما من الدولة يعاني وزوجته هي اللي بتعطيني فيه دائما بتحصل من الجوب سنتر على مبلغ 192 يورو وللأسف توفيت الزوجة بـ 23-12-2021 إذا ما خابني الظن أو ما خابتني الزاكرة ومتذكر التاريخ الضبط فالزوجة نزعج إنه وصله بريد من الجوب سنتر باسم زوجته المتوفات وكان مكتوب بالضبط فهذا الشيء زعج الزوجة كثير وقال إنه ليش ما تخاطبوني أنا باسمي ليش لا مثلا إنه مثل ما نحن نقول تفتحوا علي المواجع ويعني وليش هالسلوب هذا إنه عم تخاطبوا زوجتي المتوفات وما إجا باسمي البريد وقال هاي الجملة اللي هلا نحن حنقراها سوا ها باي اندرن منشن اين هرتز شليكت هابن دي لويتي ام جوب سنتر اين ايسفاخ يعني إنه عند بقية العالم عندهم قلب بيومبود أما عندهم ناسي أو موظفين الجوب سنتر أو ناسي بالجوب سنتر عندهم لاوحبوز وكمان آل من زي بيهورده نوى اين نومة وكاين منش المرء عند الدوائر هو عبارة عن رقم وليس إنسان وهذا هو كان السبب الرئيسي لإله إنه نزعج ونشر القصة وأخذت ضجة كتير كبيرة على تويتر بين الناس وأي يدي لهذا البريد إنه عادي ما فيه أي مشكلة وبين الناس المعارضة احتراما لمشاعر الشخص اللي انتوا عم ترسلوه أو الشخص اللي توفى أقرباء له بس كمان الواحد بيحكي لإله واللي عليه بنفس اليوم وصلوا بريد فورا من الجوب سنتر عم يعتذر عن هاي القصة إنه ليش هنا نخاطبوا الزوجة وذكروا إنه بسبب أمور تقنية عندهم بالجوب سنتر ما بيقدروا إنه يراسلوا غير الشخص يلي هو بدهم منه المصاري حتى لو كان هذا الشخص متوفى وبدهم هنه المصاري يسترجعوه من الأقرباء فلذلك الواحد بيشوف هاي وبيشوف هاي صح إنه بعته البريد باسم الزوجة وكتبه زيزين فرش توربن بس بنفس الوقت بعده بريد أعتزام ولما ضجت القصة تواصلت كمان منظفة الجوب سنتر مع الزوج واعتذرت منه عن هاي النقطة أو عن هذا الموضوع أو بتوقع الحالتين هيك هيك ولا هيك المبلغ أظن لازم هو يرجع يدفعه ما بعرف هل لأنه هي توفت فخلص بيدفعه الأقرباء أو خلص راح المبلغ بس برأيي الشخصي إنه ما راح المبلغ ولازم يرجع ويدفعه مرة تانية ما بعرف فإذا أنتم بتعرفوا يا رأيكم عن هاي القصة وهي مو أول حالة دائما أكتر من حالة صايرة أو بتوصيف الفيديو يا أكابر بتلاقوا رابطين من جريدة بلد ومن موقع آخر بتقدروا أنه تقرروا القصة باللغة الأمنانية وهيك بالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو فيديو بسيط خفيف ونظيف لنا في هذا الخبر بتمنى أسمع تعليقاتكم أو قرأت تعليقاتكم ولا تنسوا الوصائل الأربعة ديروا بالكم أنا بعض بحبوا بعض ولا تزعلوا بعض وشو كمان وبس هدولة وبشوفكم على كل خير الفيديوهات القادمة وهلا حالكم السلام عليكم